ما جاء من مصدر البرنامج من معلومات اليوم المصدر همه لعلاقة بالبنك المركزي والمصارف الاهلية اللي هي اكبر دكاكين الان موجودة في بغداد والمحافظات لأحزاب السلطة اكو شخص متنفذ هذا من خلال شهرين لمبيعات البنك المركزي باع 6 مليار هاي 6 مليار هذا اللي هو متنفذ ومستحوذ على مبيعات العملة بنسبة 35% من بيعات البنك المركزي هذا مسؤول على ثلاث مصارف الاهلية سجلواها عندكم وتعرفوا ويعرفوا القوة السياسية وان شاء الله لجنة مكافحة الفساد تعرف هذا فالادعاء على مستوى ارتفاع العملة خليوا يروحون على الزيف الموجود الآن للمصارف الاهلية المتنفذة بأحزاب السلطة واللي تهيمن عليها 6 مليار خلال شهرين يبيع البنك المركزي و35% لثلاث مصارف لهذا السمسار اللي يشتغل بمبيعات العملة وهاي السيطرة والاستحواذ اليوم بدينا نشهد طفرة على 150 و152 ألف قبال الورقة فئة 100 دولار هاي المعلومات والمصايب جاءت من المصدر وان شاء الله حالك قريبة جدا نتحدث عن المصارف الاهلية وتواجدها في بغداد والمحافظات المصارف الاهلية وتواجدها في بغداد والمحافظات المصارف الاهلية وتواجدها في بغداد والمحافظات